بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بحضرتكم جميعاً مع المحاضرة الثالثة من مقرر قوانين وأخلاقيات الإعلام من خلال محاضرتنا الماضية اتكلمنا عن الإطار التشريعي للعمل الإعلامي وعلشان نوضح هذا الموضوع فناولنا ما هي التشريع الإعلامي وكان الغرض من هذا الموضوع أن احنا نفهم إيه المقصود بالتشريعات الإعلامية ونعرف أهمية التشريع الإعلامي ونعرف إزاي بدأت تظهر التشريعات الإعلامية والغرض منها كان إيه كمان اتكلمنا عن مصادر التشريعات الإعلامية وضحنا مين اللي احنا بنعتبره مصدر رئيسي للتشريعات الاعلامية وايه المصادر الاخرى اللي ممكن يتم استقاء التشريعات الاعلامية منها تناولنا كذلك خصائص التشريع الاعلامي عرفنا اهم سماته وايضا اتكلمنا عن التشريعات الاعلامية المميزات والعيوب ما يتعلق بمميزات التشريعات وعيوبها كمان حاولنا نوضح العلاقة بين قانون الاعلام والقوانين الاخرى او غيره من القوانين اللي يعني دايما يتم استخدامها ايضا لضبط وتنظيم العمل الاعلامي داخل الدول المختلفة هننتقل اليوم في محاضرتنا الثالثة للحديث عن موضوع ايضا مرتبط بالاطار التشريعي يعني احنا في اطار موضوعنا اليوم هنتكلم عن الجانب التشريعي والقانوني للاعلام الرقمي او ما يتعلق بالكيفية اللي ممكن يتم من خلالها ضبط الجانب التشريعي والقانوني للبيئة الرقمية الجديدة بما ان مستجدات العصر فرضت وجود البيئة الرقمية اللي بدأ العمل الاعلامي ينتقل اليها واصبح هذا المجال هو احد المجالات الجديدة اللي بيقدم من خلالها العمل الاعلامي واللي استدعت الضرورة اهمية ان احنا ننظر اليها باعتبارها جزء من العمل الاعلامي محتاج ان يتم ضبطها تشريعيا وقانونيا ووضع الاطر والقوانين والضوابط التشريعية اللي ممكن نستخدمها او تستخدمها الدول في انها تنظم هذا الوارد الجديد في اطار هذا الموضوع تناولنا او هنتناول ان شاء الله التحديات المطروحة في التشريع للاعلام الرقمي وتجارب العالمية اللي كيف تمت في اطار التنظيم التشريعي للاعلام الرقمي كمان هنتكلم عن التنظيم التشريعي للاعلام الرقمي عربيا واخيرا عندنا ملخص لاهم ما تم طرحه في المحاضرة ونذكر حضراتكم بمراجعنا المقترحة لمقرر قوانين واخلاقيات الاعلام واول جزئية في محاضرتنا اليوم هنتناول من خلالها التحديات المطروحة في التشريع للاعلام الرقمي كلنا يمكن عارفين وعندنا تصور واضح عن ان البيئة الرقمية او بيئة الاعلام الرقمي يعني من البيئات اللي اللي شوية فيه صعوبة ان يتم ضبطها وتنظيمها بشكل قانوني ويتم وضع قوانين ويتم وضع قواعد اخلاقية يعني تضبط بشكل قوي ممارسة العمل الاعلامي من خلال هذه البيئة يمكن لان اساسا انتاج المحتوى الاعلامي من خلال البيئة الرقمية مش بيرتبط بحدود جغرافية يعني تواجدي انا في دولة من الدول لا يمنع اني يصل الي المحتوى الاعلامي اللي بينتج في دولة اخرى وبطبيعة الحال الدوابط القانونية اغلبها بتكون منطبقة على حدود جغرافية معينة فبالتالي الدولة يعني حدود قدرتها في انها تضبط وتنظم العمل الاعلامي بشكل قانوني من خلال البيئة الرقمية امر بيكون في بعض الصعوبات او بتواجه بعض التحديات اللي منها زي ما احنا ذكرنا الحدود الجغرافية ويعني انتقال العمل الاعلامي من خلال البيئة الرقمية خارج الحدود الجغرافية كمان في تحديات اخرى ابرزها اني الخروقات او المشكلات الاخلاقية اللي بتحدث من خلال البيئة الرقمية او بيئة الاعلام الرقمي لها لها بعض الخصية وليها بعض السمات والصفات اللي بتخلي اه يعني عملية ضبطها والسيطرة عليها الى حد ما فيها بعض الصعوبة لكن هذا لا يمنع من وجود محاولات تنظيمية بتقوم بيها العديد من الدول علشان انها على الاقل توفر بيئة امنة لتداول العمل الاعلامي من خلال البيئة الرقمية تعالوا نشوف مع بعض تحديات المطروحة في التشريع للاعلام الرقمي بيارى البعض ان التحديات اللي بتواجه التشريع للاعلام الرقمي اساسا بترجع لخصوصية الجريمة الالكترونية والجريمة الالكترونية هو شكل من اشكال الجرائم اللي بتتم او بيستخدم فيها البيئة الالكترونية او البيئة الرقمية الجريمة الالكترونية بيكون لها اشكال مختلفة منها القرصانة او زي ما احنا بنعرفها اللي هي الهاكينج وكمان سارقة كلمة السر الشخصية طبعا لبعض المستخدمين وكمان النشر اللا اخلاقي او نشر المحتويات او المضمون غير الاخلاقي وكمان بتعدي على حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف واحيانا تسريب المعلومات السرية ونشر الفيروسات وغيرها من الممارسات اللي بنعتبرها تلبية واللي بتعتمد على استخدام التكنولوجيا واكيد كلنا لمسنا اشكال مختلفة من هزي المشكلات وعارف او عارفين ازاي بيحصل او ان هزي المشكلات بالفعل موجودة ويمكن بعضنا تعرض ل اه يعني ان نحتك بنوع من انواع هزي المشكلات وعارفين قد ايه انها بالفعل لها تأثيرات سلبية وقد ايه هي من الصعب تتبعها او من الصعب ان يتم السيطرة عليها موجود يعني هزي الممارسات بيخليه دايما الدول تنتبه لضرورة ان يكون في اطار قانوني يعني موجود بشكل خاص علشان يضبط هزي المساح علشان يحدد العقوبات الملأمة والمناسبة للممارسات اللا اخلاقية اللي احنا ذكرناها اه لكن التشريع المفترض يتم يعني وضعه لضبط المساحة دية غالبا بتوجهه صعوبات بتتعلق بسمات الجريمة الالكترونية وده بيخلي يعني في اه تحدي بيواجه عملية التشريع وبيخلي اه في نوع من كده اه يعني اه حالة من عدم المرونة و اه يعني مشكلة بتواجه المشرع في انه يضع بالفعل اه بنوط قانونية مناسبة تسمح بان يتم يعني تنظيم هذه المساحة وضبطها و يعني تتبع اي مشكلة تحدث اه من هذه المشكلات بحيث ان يتم ضبط الشخص المسؤول عنها او على الاقل حماية الاشخاص من حدوث وتكرار مثل هذه المشكلات طيب احنا قبل كل الكلام ده محتاجين نعرف ايه هي الجريمة الالكترونية او الجريمة الرقمية لو احنا هنسميها بهذا الاسم الجريمة الالكترونية هي فعل يتسبب بدرر جسيم للأفراد او الجماعات او المؤسسات طيب بيكون هدفه ايه هدفه اما انه يبتز الضحية او يشوه سمعتها علشان يحقق مكاسب مادية او انه اه يعني يعمل هذا العمل علشان يحقق اهداف سياسية طيب الجريمة دي بتتم باستخدام ايه بتتم باستخدام الحاسب الالي بالاضافة لوجود اه اتصال طبعا بالانترنت يبقى احنا عندنا اه تلات ابعاد اولا ان الجريمة الالكترونية هي اه يعني بفعل بيدر بالافراد او الجماعات وبيكون ليه هدف اللي هو انه اما يبتز ضحيته او يشوه سمعتها او يحاول من خلال هذا الابتزاز انه يحقق مكاسب مادية او يخدم اهداف محددة بالمناسبة سواء سياسية او غير سياسية في مجالات اخرى لكن المهم انه يكون عنده هدف محدد هو عايز تصل اليه والاداء اللي تستخدم فيها هذه الجريمة الالكترونية هي الحاسب الالي وشبكة الانترنت وبالتالي اجمالا بتحدث الجرائم المعلوماتية او الجرائم اللي هي مرتبطة بالمعلومات اه واللي هي على الاغلب جرائم الالكترونية بيكون هدفها طريقة المعلومات واستخدامها علشان نسبب ازا اه للاخرين سواء كان هذا الازا نفسي او مادي اه او ان يتم استخدام هذه المعلومات لافشاء اسرار هامة ممكن طبعا تكون اسرار امنية متعلقة بمؤسسات الدولة او اه يتم افشاء بيانات خاصة بحسابات خاصة بالبنوك اه سواء لاشخاص او لهيئات ومؤسسات يبقى الغرض الاساسي او المتضرر الاساسي من الجريمة الالكترونية هو المعلومة الجرائم الالكترونية بتتغزى على المعلومات هي بتبحث اساسا في اطار المعلومة بغرض انها اما تسبب ازى لاغراض محددة طبعا او انها تبتز الضحية علشان اه يعني ايه تحصل على مكاسب مادية او انها من خلال برضو اه تعديها على المعلومات دي تحصل على مكاسب مادية من غير ابتزاز ولا حاجة زي فكرة اه التعدي او اه اه سرقة الحسابات البنكية ف اه المعلومة هي المستهدف الاساسي في الجريمة الالكترونية طيب تعالوا نعمل زي مقارنة بين الجريمة الالكترونية والجريمة العادية الجريمة الالكترونية بتتشابه مع الجريمة العادية في عدة عناصر اولا ان الاتنين بيتوافر فيهم جاني الشخص اللي بيقوم بالجريمة وضحية والحدث نفسه اللي هو فعل الجريمة الاتنين متشابهين في هذا الامر وجود الثلاث عناصر دي طيب بيختلفوا في ايه بيختلفوا ان الجريمة العادية بتتم بمختلف او في مختلف البيئات وبتتعدد فيها الوسائل اللي بتستخدم لهذا الامر انما الجريمة الالكترونية ممكن انها تتم من غير ما يكون الشخص المرتكب للجريمة موجود في مكان الحدث يعني انا وارد اكون موجودة في دولة واتسبب او احدث جريمة في دولة اخرى من خلال الوسائل الالكترونية او الوسائل الرقمية يبقى انا كجاني قائم بالجريمة متواجد في مكان بعيد عن مكان الحدث بتاع الجريمة كمان الوسيلة المستخدمة في الجريمة الالكترونية هي الوسائل التكنولوجية او وسائل اتصال الحديثة وشبكات المعلومات وطبعا الوسائل اللي بتستخدم في الجريمة العادية بتختلف تماما عن هذه الوسائل يطرع الجريمة الالكترونية لها انواع الجريمة الالكترونية لها اربع انواع هي ايه الانواع الخاصة بالجريمة الالكترونية اولا في عندنا جرائم تسبب الازى للافراد جرائم تسبب الازى للمؤسسات وفيه جرائم متعلقة بالاموال وفيه جرائم بتستهدف امن الدولة تعالوا نعرف كل نوع من هذه الانواع هو عبارة عن ايه اولا فيما يتعلق بالجرائم اللي بتسبب الازى للافراد من خلال هذا النوع من الجرائم بيتم استهداف فئة من الافراد او فرد بعينه علشان ايه علشان نحصل على معلومات مهمة بتخص هذا الشخص سواء حساباته الشخصية او حسابات بنكية اه او اي حاجة متعلقة بفرد وحده يعني شخص بعينه طيب اه ليها انواع الجرائم اللي بتسبب الازى للافراد تعالوا نعرف انواع الجرائم اللي بتسبب الازى للافراد اول نوع عندنا هو انتحال الشخصية اه هذا النوع من الجرائم او هذا المصطلح احنا بنسمعه بشكل يعني متكرر وعندنا فهم مبدئي كده ليه ان الجاني في داخل هذه الجريمة بيعمل ايه بيسرق هوية شخص اخر بيدعي ان هو شخص اخر طب بيعمل كده ازاي اولا هو بيستدرج الضحية او الشخص اللي هو هينتحل اه صفته وبيستخلص منه المعلومات بطريقة غير مباشرة اه وطبعا بيحاول يعرف معلومات خاصة علشان اه بعد كده يعني يدعي ان هو هذا الشخص علشان يحقق مكاسب مادية او انه يشهر بسمعة هذا الشخص ويخلي المجتمع ينقلب عليه ويفسد علاقة هذا الشخص مع اه الاخرين سواء داخل عمل او فيه علاقات اجتماعية لاهداف بتختلف طبعا على حسب سياق الجريمة النوع 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 تهديد الافراد خلال هذا النوع من الجرائم بيعني يقوم المجرم بانه من خلال القرصنة انه يسرق المعلومات الشخصية الخاصة للشخص الضحية وبعدها بيقوم بابتزازه من خلال الوسائل الالكترونية ويحاول انه يكسب الاموال او انه يحرده على القيام بافعال غير مشروعة علشان يسبب ليه الازم طيب ايه انواع اخرى فيه عندنا تشويه السمعة في خلال هذه الجريمة بيقوم المجرم باستخدام المعلومات اللي هو بالفعل طرقها ومعلومات شخصية ويضيف اليها بعض المعلومات المغلوطة وبعدها يقوم بارسالها من خلال الوسائل الالكترونية او على منصات التواصل الاجتماعي او من خلال البريد الالكتروني بيرسلها لاشخاص متعددين على علاقة بالشخص الضحية علشان بهدف انه يشوه سمعته او يدمره نفسيا ويمكن احنا خلال الفترات الماضية سمعنا عن نمازج لمثل هذه الجرائم وقد ايه بتضر بالاشخاص وقد ايه بتسبب ازا وقد ايه ممكن ينتج عنها ممارسات يعني بشعة ومن الواجب ان احنا ننتبه ويكون عندنا قدر من الوعي في مثل هذه الممارسات اما الشكل الرابع من اشكال الجرائم اللي هي احنا قلنا تصنيف الخاص بالجرائم اللي بتسبب ازا للافراد في عندنا جريمة تحريض على اعمال غير مشروع خلال هذه الجريمة بيقوم المجرم بانه يستخدم معلومات هو قام بسرقتها من افراد معينة ويستغلهم ان هما يبتزوا الضحايا او ضحايا اخرين علشان يقوموا باعمال غير مشروعة وجرائم الكترونية اخرى يعني هو مثلا سرق معلومات خاصة بشخص ما علشان يجبروا ان يقوم بجريمة اخرى طبعا الجريمة الاخرى دي المستفيد فيها هو الشخص الجاني طبعا اللي قام بسرقة المعلومات دي يبقى عندنا فيه اربع انواع من الجرائم اللي بتسبب ازا للاخرين الفرع التاني اللي هو جرائم تسبب الازا للمؤسسات احنا الاول تكلمنا عن الجرائم اللي بتسبب ازا للافراد ننتقل للحديث عن جرائم تسبب الازا للمؤسسات وايضا لها مجموعة من الانواع اولا عندنا جرائم اختراق الانظمة ونسمع هذا المصطلح بشكل متكرر والمقطود باني هنا الجاني بيخترق النظام الخاص بمؤسسة او شركة او هيئة ما بهدف بهدف انه يسبب خسائر مادية او خسائر في الانظمة او يصل لمعلومات معينة وبعدها يستخدم المعلومات عشان يحقق مصالح شخصية او انه يسرق مثلا اموال او يدمر الانظمة او نظام الشركة او النظام الاداري اللي قائم عليه الشركة ويسبب في النهاية خسائر للشركة او المؤسسة الشكل التاني هو تدمير النظم وتدمير النظم بيعتمد على فكرة نشر الفيروسات اللي هي الفيروسات الالكترونية اللي بيتم ادخالها للنظام الرئيسي او الخادم الرئيسي اللي بيينظم الهيكل الاداري او الشكل الاداري اللي بتعتمد عليه المؤسسة او الهيئة او الشركة علشان تسهل بعملها بيتم اه اختراق حسابات الموظفين في المؤسسة اه اللي موجودة على شبكة الانترنت الخاصة بالمؤسسة او شبكة الانترنت العامة وطبعا المرتبطة بالشبكة الخاصة بالمؤسسة وبيتم من خلالها الدخول على الحسابات اه وتعطيل الخادم الرئيسي وده طبعا بيؤدي في النهاية الى تدميره وتعطيل الاعمال الخاصة بالشركة او المؤسسة الفرع التالت عندنا هي جرائم الاموال اللي هي الجرائم المرتبطة بالاموال منها انواع ايضا فيه عندنا الاستيلاء على حسابات البنوك وده بنفسك كيفية اللي احنا اتكلمنا عن فكرة اختراق الانظمة بيتم اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة وبيتم سرقة البطاقات الاعتمانية وكمان بيتم الاستيلاء على البيانات الخاصة بهذه البطاقات الاعتمانية وسرقة الاموال اللي موجودة فيها ويمكن خلال الفترة الماضية سمعنا كتير عن جرائم اه وكان بيبقى فيه التحذيرات من البنوك بدرورة ان الاشخاص اه يعني اه يحاولوا يحافظوا على معلوماتهم البنكية بشكل سري علشان ما يتعرضوش لمثل هذي المشكلات اه والبنوك كمان مهم انها تقوم بحماية البيانات بتاعتها لان هذا الامر وارد يحدث في حسابات بنكية شخصية وارد يحدث على البنك باكمله وعلى النظام الخاص بادارة العمل داخل البنك ولو تم اختراق النظام الخاص بالبنك فده يضر بالبنك كله وبكل ببيانات كل العملاء اللي موجودين داخل البنك من الجرائم ايضا الخاصة بالاموال جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية والادبية وهنا بيكون ارتباطها بجرائم الاموال انها بيكون الهدف من يعني انتهاك هذه الحقوق هي سرقة المحتوى علشان يتم اه او يعني يتسبب هذا الامر في خسائر مادية للمؤسسات اللي بتقوم بانتاج المحتوى اه اللي هو خاص او اللي هو لي او بيتمتع بحقوق ملكية فكرية وادبية زي اه مثلا الشركات او المؤسسات اللي بتقدم اه برمجيات او بتقدم اه مثلا اه يعني زي الموسيقى وزي اه ملفات المالتيميديا والحاجات اللي من هذا القبيل كلها حاجات ممكن يتم سرقتها وتسويقها والحصول على اه يعني منافع مادية وهذا يتسبب طبعا في خسائر للمؤسسات اللي هي المالكة الاصلية لهذا المحتوى الفرع الرابع والاخير عندنا في انواع الجرائم الالكترونية هي الجرائم اللي بتستهدف امن الدول اه وانواع الجرائم دي اولها اه عمليات التجسس المرتبطة بوجود برامج التجسس برامج التجسس بيتم نشرها اه من خلال استخدام اه العديد من الوسائل وبتتسبب في اه تهديد سلامة وامن الدولة وتعتبر من اخطر انواع الجرائم المعلوماتية اه لان طبعا زي ما احنا عارفين اني اه الامن القومي او امن الدولة قائم على حماية المعلومات اللي هي بتعتبر او مفترض انها تتمتع بالسرية ويتم التكتم عليها وحتى العاملين داخل الدولة مش من السهل لهم انهم يصلوا اليها وبتكون عند فئة محددة من الجهات وهم فقط المسؤولين عن هذا النوع من المعلومات لخطورتها ومساسها بامن الدولة فلما يكون فيه برامج تجسس بيتم نشرها من خلال الانظمة الالكترونية ويكون في امكانها انها تخترق هذه الانظمة الخاصة وتصل لهذا النوع من المعلومات بتكون على درجة عالية جدا من الخطورة وعلى الاغلب هذا النمط من الجرائم بينتشر بين الدول اللي بيكون فيه بينها صراعات ونزاعات فبتتطر احيانا لاستخدام هذا الشكل من البرامج التجسسية علشان يعني في الحروب احيانا الدول بتكون محتاجة انها تحمي انفسها وفي نفس الوقت علشان انها تكون سبقة الدولة اللي هي بتعاديها فاحيانا بتحدث مثل هذه الامور وبتستخدم مثل هذه البرامج تتسبب فيه خسائر كثيرة للدولة المقابلة لها كمان فيه نوع اخر من الجرائم اللي بتهدد او بتستهدف امن الدولة وهي استخدام المنظمات الارهابية لسلوب التضليل في بعض المؤسسات المنظمات الارهابية بتعتمد على التقنيات في انها تنشر معلومات مغلوطة والهدف من نشر هذه المعلومات انها تأذي استقرار البلد اللي هي طبعا بصدد انها يعني تسبب فيه مشكلات وانها تحدث داخله نوع من الفوضى لان المنظمات من هذا النوع بتتغزى اصلا على فكرة الفوضى والفوضى بتخدم اغراضها والممارسات بتاعتها يبقى اجمالا احنا تناولنا اربع انواع من الجرائم الالكترونية في عندنا جرائم بتسبب الازع للافراد في جرائم تسبب الازع للمؤسسات وفي جرائم الخاصة بالاموال وفي الجرائم اللي بتستهدف امن الدول هننتقل للحديث عن موضوع اخر وهو التجارب العالمية للتنظيم التشريعي للاعلام الرقمي علشان نعرف من خلال هذا الموضوع اهم من نمازج العالمية اللي يعني قامت بوضع اتر تشريعية او حولت انها تنظم الاعلام الرقمي وتضبطه تشريعيا تعالوا نشوف التجارب العالمية للتنظيم التشريعي للاعلام الرقمي مهم بالنسبة لنا بطبيعة الحال ان احنا قبل ما نتكلم عن تنظيم التشريعي للاعلام الرقمي في البلدان العربية ان احنا نتكلم عن التجارب العالمية في تنظيم الاعلام الرقمي بهدف ان احنا نستفيد ونحقق المزيد من الفهم للآدوات والآليات اللي ممكن يتم استخدامها لضبط وتنظيم الإطار التشريعي للإعلام الرقمي هنتكلم عن ثلاث تجارب وهما تجارب أو تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وتجربة بريطانيا وتجربة فرنسا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية علينا ان احنا نعرف اني مفيش قانون خاص بالإعلام الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هناك قوانين تنظيم الاتصالات أو القوانين اللي هي معنية بتنظيم الاتصالات وهذه القوانين بيشرف عليها أو بيشرف على تطبيقها هيئة نظمة هي الوكالة الفيدرالية للاتصالات أو communication federal commission بمعنى اني هذه الهيئة مسؤولة عن الإعلام السمعي والبصري وهي أساسا مرتبطة بالقضايا التقنية والتجارية فيما يتعلق بتوزيع الترددات أو يعني اللي هو لو الترددات اللي هي القنوات الفضائية لما بيكون في قناها تبدأ أو عايزة أنها يعني يكون لها وجود بالأول بتقدم طلب لهذه الهيئة وبعدين الهيئة تسمح لها وتمنحها تردد ومن وظائف برضو هذه الهيئة أنها تكافح الاحتكار في المجال الإعلامي والحقيقة يعني أنها هيئة الفيدرالية أو الوكالة الفيدرالية للاتصالات يعني لا تتدخل فيما يتعلق بالمحتوى والمضمون بشكل كبير لما الأمور اللي هي التنظيمية هي المجال الأساسي لها أو هي اللي بيعنيها بشكل كبير طيب ما يتعلق بقى بالمضمون أو بالمحتوى إذا كانت الوكالة الفيدرالية مش مسؤولة عن المضمون مين المسؤول عنه أو لو في حال خروج عن القواعد العامة أو الأخلاقيات أو بنود القانون مين المسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية عن محاسبة الإعلام الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية في حال ارتكاب جرائم بتتولى هذه المساحة القضاء العادي وعلى الأغلب الجرائم اللي بتحال للقضاء في هذا الشأن بيكون أغلبها قضايا أو جرائم خاصة بالتشهير والسب والقصف والتحقير والأخبار الكاذبة إنما المسؤولين والشخصيات العامة بيتم يعني التعامل معاهم وحكمهم من خلال معايير محددة بتضعها هذه المؤسسات أو بتضعها المؤسسات اللي هم بيعملوا في إطارها علشان تضبط هذه المساحة يبقى إذن الخلاصة أن القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية بتنطبق على الجميع وما فيش قانون خاص بالإعلام الرقمي يعني ما فيش قانون صدر في الولايات المتحدة الأمريكية علشان ينظم الإعلام الرقمي تحديدا وإنما في قانون بتنظم الممارسات الإعلامية بشكل عام في كافة أشكالها وبينسحب تطبيقها على العمل خاص بالإعلام الرقمي بمعنى إن ما ينطبق على الصحافة المطبوعة ينطبق في نفس الأمر على الصحافة الرقمية سواء من ناحية التنظيمية أو من ناحية المعايير المهنية أو البنود القانونية اللي بتطبق في الشكلين في بريطانيا بيشرف على تنظيم الإعلام المرقي والمسموع والإنترنت والبريد مكتب اسمه مكتب شؤون الاتصال مكتب شؤون الاتصال هو عبارة عن مؤسسة تابعة لدائرة الثقافة والإعلام طيب هذا المكتب رئيس مجلس الإدارة بتاعه والمدير العام وأعضاء المكتب بيتم تعينهم من خلال تقديم طلبات ويعني بيكون فيه زي مرشحين وبيتم الاختيار ما بينهم وفق المعايير محددة بمعنى أنه بيتم ترشحهم وتقديم الطلبات خاصة بيهم واختيارهم وفي النهاية أنهم بيكونوا مسؤولين داخل هذا المكتب عن تنظيم الإعلام خاصة الإعلام المرقي والمسموع والإنترنت والبريد وكانت الحكومة البريطانية أعلنت منذ فترة ليست بالبعيدة يعني أنها بتعد مقترح هتسمح من خلاله للمكتب أنه ينظم كمان محتويات مواقع التواصل الاجتماعي تنظمها من ناحية أنها في حال وجود أي محتويات أو مضامين مخالفة أو يعني حتى لو فيديوز أو كده مخالفة للمعايير المتفق عليها بيتم محاسبة المسؤول عن نشر هذه المحتويات وبيتم فرض غرامة معينة على الجهات اللي كانت مسؤولة عن نشر هذا المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي وده طبعا يعتبر من الأمور الهمة خاصة مع الممارسات اللي بتتسبب فيها شبكات التواصل الاجتماعي ويعني الخروقات الأخلاقية اللي ممكن نحدث بسبب مثل يعني أو وجود بعض الأشخاص غير المسؤولين على شبكات التواصل الاجتماعي هذا فيما يتعلق بتجربة بريطانيا في فرنسا ما فيش قانون خاص بمنظم الإعلام الرقمي بنفس الكيفية زي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهنلاقي كمان إن الدستور الفرنسي بيكفل حرية الصحافة ولكن مع ذلك في بعض يعني أو إن الحكومة الفرنسية آآ بتضع رقابة مشددة على آآ نوعية معينة من الصحافة زي مثلا آآ الصحافة الساخرة لإني آآ دايما الصحافة الساخرة على الأغلب بيتم استخدامها لمهاجمة الأنظمة السياسية وده يمكن بيخلي بعض الدول يكون يعني عمدها آآ حساسية شوية من هذا الشكل الصحفي ودايما بيكون في آآ يعني تتبع وآآ يعني تحفز للممارسات الصحفية اللي بتحدث من هذا النمط الصحف كمان من الحاجات المهمة اللي ننتبه إليها إني آآ في التجربة الفرنسية أو في فرنسا ما فيش كمان وزارة للإعلام يعني ما فيش وزارة أو هيئة وزارية أو آآ حقيبة وزارية يعني مسؤولة عن الإعلام طيب من اللي بيشرف على الإعلام في حاجة اسمها المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات آآ مسؤوليته إنه يشرف على العمل الإعلامي ويتأكد من إن العمل الإعلامي بيحترم القانون آآ الفرنسي وإن بيتم آآ أو لا يتم التعدي على القانون الفرنسي أو الخروج عنه أو إن الممارسات الإعلامية تسير في الاتجاه الصحيح وفي حال حدوث أي مخالفات في المجلس هو المسؤول عن آآ آآ أنه يضبطها آآ وطبعا القانون والدستور الفرنسي هو آآ أو وفقا للبنوت بتاعته بيتم معاقبة آآ ومحاسبة الخارج عن آآ آآ هذه القواعد أو الحدود المرسومة لضبط العمل الإعلامي داخل فرنسي آآ من الحاجات المهمة اللي إحنا آآ حابين ننوه إليها آآ خاصة بالتجربة الفرنسية إنه في عام 2017 آآ طرح مشروع آآ لقانون آآ ضد التلاعب بالأخبار آآ هذا المشروع كان آآ بمبادرة من الرئيس إمانويل ماكرون وكان الهدف آآ آآ إنه يتم إضبط الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو التعامل معاها بشكل قانوني آآ بعد اللي حصل في حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2017 وسبعتاشر آآ لما نشرت شائعات خاصة آآ عن حياته الشخصية وإنه عنده آآ حسابات شخصية وآآ وعنده آآ آآ مدخرات مادلية كبيرة آآ فبدأ الحديث عن وضع قانون خاص بالتلاعب بالأخبار وبالفعل تمت منقشة آآ 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 أو مشروع هذا القانون في عام 2019 وكان في حوارات وآآ آآ انتقادات ويعني آآ آآ مشادات كثيرة حول هذا القانون في الوسط الفرنسي آآ آآ ومما ينص عن آآ آآ عليه هذا القانون هو ضرورة توقف بس المعلومات الخاطئة بصورة طبعا آآ عاجلة خاصة خلال الفترات الحساسة زي فترات الانتخابات وهذا القانون ايضا بيفرض على المنصات الرقمية الالتزام بالشفافية وبيمنح آآ وسائل لوقف بس شبكات آآ تلفزيونية تحت سيطارة آآ آآ أو يعني الشبكات التلفزيونية اللي بتكون تحت سيطارة او توجيه الدولة اجنبية وخاصة ايضا خلال فترات الانتخابات بها هدف آآ القانون انه يضبط الممارسات الاعلامية خلال فترات آآ الحساسة في تاريخ الدولة وخاصة فترات الانتخابية لانها آآ ممكن تتسبب في آآ آآ يعني آآ قرارات خاطئة آآ آآ في النهاية آآ آآ للمواطنين خلال العملية الانتخابية ننتقل للحديث عن الجزء الاخير من محاضرتنا اليوم وهو آآ التنظيم التشريعي للاعلام الرقمي عربيا عايزين نتكلم عن التجارب العربية المتعلقة بتنظيم الاعلام الرقمي آآ أو التنظيم الخاص آآ بالإطار التشريعي للاعلام الرقمي في الدول العربية مهم ان احنا نعرف دولنا العربية بتسعى لتنظيم الاعلام الرقمي وضبطه آآ تشريعيا بأي كيفية تعالوا مع بعض نتعرف على التنظيم التشريعي للاعلام الرقمي عربيا الامر الواضح بالنسبة لنا واللي عايزين نكون آآ متفقين عليه ان التجارب العربية والاقليمية في مجال الاعلام الرقمي منتشبه بشكل كبير اهم الاختلافات بتتمثل فقط في الآليات والادوات اللي بتستخدم لتطبيق الاطار التشريعي واللي بتتروح بين الشدة في التعامل والاحيانا الانفتاح الزائد لكن معظم الدول العربية هنلاقي انها وضع التشريعات هدفها انها تكافح الجريمة الالكترونية واللي هي بتعتبر اهم المشكلات اللي بتواجه الاعلام الرقمي او العمل الاعلامي آآ الرقمي لكن الملاحظ ايضا ان الدول العربية آآ لم تصدر تشريعات تنظم الاعلام الرقمي بشكل عام وآآ ويعني يمكن ده امر آآ تم ارجاعه آآ زي ما ذكرنا قبل كده الى ان الجرائم الالكترونية هي اكبر المشكلات اللي بتواجه الاعلام الرقمي لذلك الدول العربية تغيرها من الدول آآ الدول العالم كانت حريصة انها تكافح الجريمة الالكترونية على اعتقاد ان مكافحة الجريمة الالكترونية هو وسيلة او اداة ممكن يتم من خلالها ضبط وتنظيم الاعلام الرقمي بشكل غير مباشر من الحقائق المهمة آآ اننا بين العامين الفين وستة و الفين و 18 هنلاقي ان في 13 دولة عربية اصدرت قانون آآ لمكافحة الجرائم الالكترونية الدول دي هي الامارات المملكة العربية السعودية السودان الجزائر الاردن عمان سوريا البحرين قطر الكويت مروتانيا مصر وفلسطين دلوقتي هنستعرض مع بعض تجارب بعض الدول العربية آآ فيما يخص التنظيم القانوني للاعلام الرقمي آآ هنبدأ بالامارات العربية المتحدة بتعتبر تجربة الامارات آآ واحدة من التجارب الرائدة في مجال التحول الرقمي آآ هنلاقي ان الاعلام الرقمي في دولة الامارات بيتصاعد وماشي في اتجاه او في نسق تصاعدي آآ يعني ممكن آآ يخلينا نتصور ان هذا الاعلام هيكون ليه بالفعل دور رائد في مسيرة التنمية المستدامة اللي دولة الامارات بتنشدها واللي بتتماشى مع آآ الاتجاهات العالمية والآآ اللي بتفرضها او بتشير اليها دايما منظمات الدولية زي منظمة الامم المتحدة وده امر آآ يعني متحقق في دولة الامارات على مختلف الاصعيدة سواء سياسية او الاقتصادية او الاجتماعية وهنلاقي ده كمان ظاهر في مجال الاعلام بشكل كبير جدا هنلاقي مثلا اني آآ دولة الامارات ساعد انها تنظم انشطة الاعلام الرقمي وده ظهر من خلال انها حاولت تضع او بالفعل وضع التشريعات وانظمة ضابطة آآ ليه هذا النمط او الشكل منها الاعلام وهنلاقيها اصدرت آآ او عندها المجلس آآ الوطني للاعلام اصدر آآ نظام الاعلام الالكتروني وكان هدف هذا النظام انه يدعم صناعة الاعلام الرقمي والالكتروني مش بس كده هنلاقي كمان ان دولة الامارات عندها اهتمام كبير جدا بآآ مجالات الزكاة الاصطناعي وتوظيفها في العمل الاعلامي والاستفادة منها في العمل الاعلامي وده احد المزايا اللي بتتمتع بيها او بيتمتع بيها الاعلام الاماراتي كمان هنلاقيها اصدرت قانون مكافحة الجرام الالكترونية وكانت صباقة في اصدار هذا القانون اللي صدر في عام الفين وستة بناء بناء على هذا القانون هنلاقي ان في خطوات معينة بتضعها الدولة لاصدار المواقع او ترخيص لزهور المواقع الالكترونية وبالتحديد المواقع الاعلامية الرقمية فبتخضع هذا الامر للرقابة وضرورة الحصول على ترخيص مسبق وبتعتبر اي شخص بينشر المحتوى على هذه المواقع مسؤول عن المحتوى والمضمون ومالك الموقع لا يعفى ولا رئيس التحرير كذلك يعفى من المسئولية وبيتم توقيع العقوبة على جميع هذه الاطراف في حال مخالفة بنود القانون او انتهاك او حقوق معينة او الادرار اه بالافراد او بالمؤسسات او بالمجتمع بصورة او باخرى اما في المملكة العربية السعودية واللي هي كذلك بتخطو خطوات ثابتة ومتقدمة في مجال العمل الاعلامي في الفترة الحالية وبتحاول انها اه تصنع نظام اه راقي ومتميز في مجال اه الاعلام الرقمي هنلاقي ان كمان المملكة العربية السعودية من باب الحرص على تنظيم هذا الوافد الجديد اللي هو الاعلام الرقمي بتضع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا النظام هو اه قانون اه بيستهدف تنظيم الاعلام الرقمي وبيسعى لتحقيق الرقابة على الاعلام الرقمي وضبطه من الناحية التنظيمية والتشريعية بيتكون هذا النظام من خمستاشر مادة فيها مواد اه بتكون هدفها انها تنظم استخدام اجهزة الاتصالات الحديثة وتمنع اه اه جرائم اللي ممكن تتم من خلال استخدام هذه الوسائل سواء جرائم التشهير او المساس بالاخرين او التجاوز اه او التطاول على قيم المجتمع ونظمه او نشر الشائعات او نشر الاخبار الكاذبة كلها جرائم منصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي الخاصة بالمملكة العربية السعودية كمان هذا القانون او هذا النظام اه بيمنع استخدام التعاملات الالكترونية بصورة مسيئة وبيضبط فكرة اه احتيال الاشخاص على بعضهم البعض اه بيحاول انه بالفعل ينظم هذه المساحة ويضع عقوبات او يضع بالفعل عقوبات قانونية رادعة على مثل هذه الممارسات اه ومن اهدافه كمان ان يتم تطوير التعاملات الالكترونية من خلال زيادة الثقة فيها اه مع طبعا زيادة الامان في استخدام المواقع الالكترونية لما تزداد اه اه فكرة الامان او اه الاجراءات اللي بتنظم ليه اه الوضع الامن للتعاملات الالكترونية بتبدأ تزداد ثقة المستخدم في التعاملات الالكترونية وده بيقدي في النهاية بالفعل الى اه تطوير التعاملات الالكترونية ويقال ان فيه نقاشات حاليا بين المتخصصين في وسائل الاعلام وبتقام بعض الندوات ليه اه في محاولة ان يتم اه تطوير هذا النظام بعد ما بالفعل اه ظهرت فائدة وقات ثماره فا آه بتناقش في الوقت الحالي اه اه وضع تطويرات وآآ يعني محاولة اه اطفاء بعض الفوائد الزائدة وتطبيط هذا الاطار القانوني في المملكة العربية السعودية أما في مصر تم إقرار قانون مكافحة جرائم المعلومات لعام 2018 وهذا القانون بيتضمن تجريم الأفعال الواقعة على النظام المعلوماتي هدفه أنه ينظم مكافحة الجرائم المعلوماتية أو الجرائم اللي بتتم باستخدام الوسائل الإلكترونية هنلاقي على الجانب الآخر تم إقرار قانون بينظم الصحافة والإعلام في مصر في عام 2018 أقر مجلس النواب وهذا القانون بيتعامل مع وسائل الإعلام تحديداً ومع المواقع الإلكترونية اللي بتعمل وفق نظام إعلامي بيحاول هذا القانون يضبط عمليات أو ممارسات غير أخلاقية زي نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض على مخلفة القوانين أو نشر العنف والكراهية أو نشر المحتوى اللي بيميز أو بيسبب التفرقة بين المواطنين أو بيدعو إلى العنصرية أو التعصب أو امتهان الأديان السماوية والعقائد الدينية في سوريا هنلاقي كمان في قانون للإعلام وهذا القانون صادر في عام 2011 هذا القانون بينظم أو بيضع شروط للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على شبكة الإنترنت تتمتع بصفة الاحترافية أو بالصفة الاحترافية اللي هي المواقع الإلكترونية اللي بتعمل في مجال الإعلام بشكل احترافي هنلاقي إن هذا القانون وضع مجموعة من المواد الخاصة اللي بتنظم وسائل التواصل على الشبكة وحدد الشروط اللي من الواجب توفرها علشان يتم الحصول على وثيقة لاعتماد المواقع الإلكترونية بحيث تصبح مواقع الإلكترونية إعلامية معتمدة أما على المستوى مكافحة الجرائم المعلوماتية هنلاقي كمان إن سوريا أصدرت قانون في عام 2012 هذا القانون بيهدفه إنه ينظم التواصل على الشبكة ويكافح جرائم المعلوماتية أو مكافحة الجريمة المعلوماتية ويعتبر هذا القانون هو النازم لكل ما يتعلق بالتواصل على الشبكة وبيحدد في الفصل الثاني منه تنظيم التواصل على الشبكة وفي الفصل الثالث مكافحة الجريمة المعلوماتية ننتقل للحديث عن المملكة المغربية في المغرب بفيش قانون خاص يحكم الإعلام الرقمي إنما الإعلام الرقمي بيتم تنظيمه من خلال إخضاعه للقطاع أو لقانون الإعلام الصادر في عام 2016 واللي هو مرتبط أو متعلق بالصحافة والنشر بشكل عام هنلاقي إن المادة 21 من هذا القانون بتصرح بأن النشر لأي صحيفة إلكترونية قبل 30 يوم من إطلاقها وفق آلية محددة ويعاقب القانون بالغرامة لو إن الموقع يصدر أو صدر من غير الترخيص بناء على هذه المواد الموجودة داخل هذا القانون بل هدف من هذا القانون أو من قانون الإعلام إنه لا يتم إصدار أي صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني قبل ما يتم الحصول على تصريح من الدولة يعني قبل صدور هذا الموقع بـ 30 يوم على الأقل وفق لقواعد محددة بتحدد من خلال هذا القانون بكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا اللي هي المحاضرة الثالثة من مقرر قوانين وأخلاقيات الإعلام الموضوع الرئيسي لمحاضرتنا اليوم كان الإطار التشريعي والقانوني للإعلام الرقمي وكان الهدف إن إحنا نتكلم عن إزاي بيتم ضبط وتنظيم الإعلام الرقمي على مستوى التشريع والقانون سواء في الدول الأوروبية أو الدول العالمية والدول العربية تكلمنا بداية عن التحديات المطروحة في التشريع للإعلام الرقمي وفي هذا الصياق وضحنا إن الجريمة الإلكترونية تعتبر هي أبرز تحديات اللي بتواجه الإعلام الرقمي ووضحنا إيه هي الجريمة الإلكترونية أو المقصود بالجريمة الإلكترونية كمان اتكلمنا عن أنواع هذه الجريمة الإلكترونية وصنفنا أنواع الجريمة الإلكترونية لأربع أنواع رئيسية وهي جرائم تسبب أزا للأفراد جرائم تسبب أزا للمؤسسات وجرائم المعلومات والجرائم اللي هي بتمس أمن الدول ووضحنا إن كل نوع من هذه الأنواع بتفرع منه أنواع فرعية أيضا أخرى تناولناها بالتفصيل خلال المحاضرة كمان تكلمنا عن التجارب العالمية للتنظيم التشريعي للإعلام الرقمي كان الهدف إن إحنا نعرف الدول الأخرى إزاي قامت بتنظيم الإعلام من الناحية التشريعية في هذا الإطار تكلمنا عن التشريعات اللي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ولاحظنا من التجارب دي إن هذه الدول كان اهتمامها إنها يعني تستخدم القوانين الإعلامية الموجودة عندها بالفعل في تنظيم الإعلام الرقمي تكلمنا كذلك عن التنظيم التشريعي للإعلام الرقمي عربية ولاحظنا إن التجارب العربية تعد من التجارب المتقدمة في هذا المجال في مجال صياغة قوانين وتشريعات تنظم العمل الإعلامي الرقمي ولاحظنا أيضا إن الدول العربية أغلبها تقريبا قام بوضع نصوص قانونية بتنظم الإعلام الرقمي وكمان تم صياغة قوانين خاصة بمكافحة جرائم المعلومات في هذا الصياق تكلمنا عن تجربة الإمارات العربية المتحدة وتكلمنا عن المملكة العربية السعودية وتكلمنا عن التجربة المصرية وتجربة سوريا وتجربة المغرب ده إجمالا أهم النقاط والموضوعات اللي احنا تناولناها في محاضرتنا فيما يتعلق بالإطار التشريعي والقانوني للإعلام الرقمي فذكر حضراتكم بالمراجع المقترحة لمقررنا مقرر قوانين وأخلاقيات الإعلام في عندنا ثلاث مراجع أولهم مرجع أستاذنا دكتور عبدالعزيز البليمي أخلاقيات الإعلام وتشريعاته في القرن العشرين وكتاب أستاذتنا دكتور ليلة عبدالمجيد تنظيم التشريعي والقانوني للإعلام التقليدي والإلكتروني كمان كتاب أستاذنا دكتور إبراهيم السيد حسنين أخلاقيات الإعلام وقوانينه آآ يعني أنا بأرشح لحضراتكم آآ وأتمنى إن إحنا نطلع على هذه المراجع لأنها مفيدة جدا في سياق تناول قوانين وأخلاقيات الإعلام في ختام المحاضرة لا يسعني إلا إن أتقدم لكم جميعا جزيل شكري على حسن استماعكم وأتمنى إن محتوى المحاضرة يكون آآ واضح في أزهانكم وما يكونش في إن شاء الله أي آآ مشكلات في فهم هذه المحاضرة آآ إلى اللقاء إن شاء الله في محاضرات قادمة دمتم في أمان الله وستره ورعايته والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة